حديثنا بتكلمت عن التراث الاستعلاق تكلمت عن المجال الديني وعن الفولكلور بمعنى ما هو الفولكلور يعني باختصار هو التراث الشعبي وفيه فرق بين التراث الشعبي والتراث اللي هو الثقافي الرسمي اللي هو ممكن يبقى مدون في كتب التراث الشعبي شافهي وبينتقل عبر الأجيال وموجود في عادتنا وتقاليدنا وموجود في ملابسنا وموجود في حكاياتنا الشعبية وفي الأمثال اللي بنقولها البعض وموجود في المعتقدات الحسد والتفاؤل والتشاؤم كل ده هذا المكون احنا بنقول عليه فولكلور فبقول انه التمييز الثقافي موجود في الفولكلور وموجود ايضا في المجال الديني وكلاهما يغزي بعضه البعض في المجتمع بتاعنا وانه لو احنا عايزين نفهم جوهر التعصب ما دون انا اتحدث عن برضو مجتمع 73 والمجتمع الحالي ما كانش التعصب الديني المقيت اللي هو يعني والتعصب بكل صور القبيحة اللي موجودة ما كانش موجود في الوقت ده بحكم انه يعني انا طبعا لا ابرق ان تراث الشعبي ما كانش عنصر فاعل بس التراث الشعبي للأسف الشديد هو بيستمد مرجعيته وقوته من التراث الديني لانه انا لما بقول لحضرتك في وصفة شعبية هي والنبي عملها ودي حاجة بركة في حضرتك وفيها ايات من القرآن تؤكدها فكأنه الدين هنا بيلعب دور كبير جدا في تعزيز الموروث الشعبي في علاقة ما بين الاثنين كبيرة جدا واحنا كنا والكتاب بيحاول يقول انه لو احنا عايزين نتخلص من هذا الاستعلاء احنا ما عندناش غير طريقين طريق الاول هو التعليم مؤكد على اعلى مستوى من التعليم وهذا خيار لا بديل عنهم والحاجة التانية هو اعادة اصلاح المؤسسات الدينية واعادة النظر في علاقة الدين بالمجتمع وانا يمكن ختمت الكتاب بتاعي بفصل اسمه عودة الدين الى المجتمع يعني ليه بقول عودة الدين الى المجتمع لانه هو الحقيقة كان مستعلي على المجتمع مش الدين كدين الذين يتحدثون باسم الدين كانوا اوصياء على الناس فبقول انه الحل ان يعود هذا المجال الى المجتمع الحياة الاجتماعية بطبيعتها